ابني عمره 13 سنة ولا يريد أن يذهب للمسجد للصلاة ولكنه يصلي بالبيت طيب يعني هو الحين طبعا أنا ما عرف شنه ظروف العائلة يعني أنا فضل دائما أني أفهم الظروف لكن على كل حال شوفوا التربية القرآنية لو تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة كان يركز على اليوم الآخر لو تقرؤون الصور المكية في القرآن تجدون أكثر هذا يتكلم عن يوم الآخر عن الله عز وجل عن الجنة ليش؟ لأنه هذا جانب إيماني مهم جدا عندنا لما نأسس في الطفل التربية الإيمانية في ثلاثة أمور ينتكلم في الجانب العقدي اللي هو العقيدة عن الله عز وجل عن أسماءه عن صفاته هذا كله في التربية الإيمانية الأمر الثاني العلم نعطيه علم من هو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما هو القرآن شنو نصير في اليوم الآخر هذا كل ما يسمونه علم هذا جزء من التربية الإيمانية رقم ثلاثة العبادات اللي هو الصلاة والصيام الأمور هذه الذكر هذه كلها أمور تصف في التربية الإيمانية فإذا أنا كأب أو كأم اشتغلت في الجانب العقيدة واشتغلت في جانب العبادات واشتغلت في جانب الأذكار والقرآن طيب هذه كلها إذن تربية إيمانية في هالحالة فلما تقول للأخت مثلا أنه ولدي ما يصلي في المسجد طيب أنا هنا شا سوي ممكن أدخل معاه باتفاق لأنه عمرتها 18 سنة وفاهم أدخل معاه أقول له طيب بابا تصلي بس فرض واحد في المسجد أدخل معاه بتدرج فإذا نجحت أنا بالفرض الواحد أزود فرضين إذا نجحت بالفرضين أزود ثلاثة هذه فكرة من الأفكار قد تنجح وقد تفشل فكرة ثانية أني أشوف مثلا ولد عم ولد خال واللجار ولد الجيران اللي نفس عمره أربطها معاه إذا كان هذاك الشخص يصلي في المسجد فأربطهم مع بعض هذه فكرة ثانية فكرة ثالثة ما في مانع أني أطلع تمشي أنا معاه أو أصله لي باب المسجد أم الإمام أحمد من حمل رحمة الله عليه كانت شديد كان يبي صلي الفير وهو صغير بالسن فتطلع معاه نص الليل وتودي المسجد تنطر عند الباب صلي الفير ويطلع وهو صغير فإذا ممكن نوصله لي المسجد ونوقف عند الباب يخلص من الصلاة ويرجع عادي هذا جزء من التربية ممكن نسولف معاه عن فضل الصلاة في المسجد مرة ثانية كون عمره 13 يعني وارد أنه يراوغ وارد أنه يلعب وارد لكن مع هذا أنا علي أني أبدل السبب إذا أنا نجحت والله وفقني خير وبركة ما نجحت ورب العالمي ما وفقني على الأقل هو مصلي يعني الحمد لله يتقول الأم أنه يصلي وهذا على قولتهم يعني أضعف الإيمان ترجمة نانسي قنقر